بدلوقتي نتيب حضرتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء مع هالة تفضلي هالة شكراً بسنت الثامنة صباها بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوفر في مصر على الوجه الأمثل جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية حيث شدد الرئيس السيسي على انتهاج أفضل أساليب الإدارة الحديثة والحوكمة والتقنيات المتطورة على النحو الذي يعظم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية ويسهم في تعزيز الخطة الصناعية للدولة والاقتصاد الوطني وجاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وصولا لتوفير التغطية الصحية في كل المحافظات جاء ذلك خلال الإقاء عقده الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة ورعاية الطبية للمواطنين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع على نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة موجها في هذا الصدد بتحقيق الاستفادة المثلة من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية بهدف تعزيز استمرارية نجاح تلك المبادرات وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين قال الجيش السوداني أن قوته تتعامل بحسم مع كل الأعمال العدائية التي تقوم بها قوات الدعم السريع من قصف عشوائي وغلق للطرق وأضاف الجيش في بيان له أن قوته اشتبكت مع قوات الدعم السريع في شمال بحري لافتا إلى أنه تم تدمير عدد من العربات المسلحة والاستيلاء على عدد آخر بالإضافة لوقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحة وأشار البيان إلى أنه تم توجيه ضربة لقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي أن بلاده تحتاج إلى مزيد من الوقت للتحضير لهجوم المضاد المرتقب على نطاق واسع ضد القوات الروسية وأضاف زيلانسكي أن بلاده تمتلك ما يمكنها من المضي قدما وتحقيق النجاح لافتا إلى أنه سيتم فقد الكثير من الأرواح بسبب نقص العتاد وكانت المملكة المتحدة قد تعهدت بتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى لتكون بذلك أول دولة تقوم بتزويد أوكرانيا بهذا النوع من الأسلحة قدت المحكمة العليا في باكستان بأن إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان لم يكن قانونيا وذلك بعد نحو يومين من احتجازه بتهمة الكسب غير المشروع وقالت المحكمة العليا في قرارها إن الطريقة التي نفذت بها مذكرة الاعتقال الصادرة عن رئيس المكتب الوطني للمحاسبة باطلة وغير قانونية أعلنت منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ الصحية العالمية لتفشي فيروس جدر القردة وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تدروس أدهنوم خلال مؤتمر صحفي في جينيف إن المنظمة ترى الآن تقدما ثابتا في السيطرة على تفشي المرض بناء على دروس فيروس نقص المناعة البشرية والعمل عن كثب مع المجتمعات الأكثر تضررا وأضاف أدهنوم أن حالات الإصابة الجديدة بالمرض انخفطت بالنسبة 90% خلال الأشهر الثلاثة الماضية أعلن البيت الأبيض أن المباحثات التي كانت مقررة اليوم بين الرئيس جو بايدن وخصومه الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين الأمريكي أرجئت حتى مطلع الأسبوع المقبل ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مطلع على المباحثات أن هذا الإرجاء خطوة إيجابية حيث إنه يشير إلى تحقيق تقدم بين الطرفين وأشار المصدر إلى أن اليوم لم يكن موعدا مناسبا لعقد اجتماع على مستوى الرئيس وزعماء الجمهوريين في الكونغرس ترجمة نانسي قنقر